زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل عن أهلا رمضان خلونا نتكلم دلوقتي عن مبادرة كلنا واحد اللي أطلقتها وزارة الداخلية لمدة 30 يوم بالتنصيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومدريات الأمن على مستوى الجمهورية غرضها وهدفها هو توفير كافة المستلزمات بجودة عالية وأسعار مخفضة خلونا نشوف هذا التقرير بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك انطلقت المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بتخفيضات تصل إلى 60% للتيسير على المواطنين جات مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووزارة تابون والتجارة الداخلية جات في الفترة دي علشان الناس تزيد من الخير والناس تشتري احتياجاتها واحتياجات حبايفها كلهم وبنسعد بخدمة جمهورنا من المستهلكين وبنقدم له الأصناف اللي هو بيحتاجها كلها بأسعار منافسة وجودة متميزة ومن خلال خدمة عالية جدا المبادرة تمتد من الخامس عشر من مارس الجاري وحتى الثالث عشر من إبريل المقبل بالتنصيق مع كبرى السلاسل التجارية بإجماليه 993 فرعا إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة بجميع أنحاء الجمهورية لا الأسعار هنا أحسن اليميش والأمر الدين والبقوليات والمكرونة لا سعرها أقل من بره فحتى أن أنا جاية النهاردة أخد الحاجة أن أنا أعمل شنط أخد الكمية كلها من هنا أقل من بره كتير لا ما شاء الله الله أكبر يعني الأسعار هنا تختلف عن أسواق بره أنا لفت بره والله هنا الأسعار ما شاء الله الله أكبر نزلت جامع لأن أنا جيت من شهر كانت الأسعار عليها السعر الحمد لله النهاردة منحوظ جدا في الأسعار عماتها يعني وبالأخص في السلع اللي هي الغذائية الأساسية لا لا الأسعار الحمد لله يعني كويسة غير قبل الفترة يعني مثلا من أسبوع لا الدنيا ما كانتش كده بالزبط تجيني المبادرة دي أنها تكون دايما يا رب التدخل الفوري لدعم المواطن المصري ومساعدته ورفع الأعباء من على كاهله دور تلعبه الدولة المصرية ومؤسساتها بشكل بارس في السنوات الأخيرة وهو ما تجلى في هذه المبادرات الرسمية